مرحبا برج السرطان اهلا فيكم في القراءة العاطفية عندنا كارت العربة هذي كارتك انت يا برج السرطان و كارتك خرج عندنا في مشاعر الشريك ثمان الاغصان و كارت الامبراطورة قاعد احسي ان انت حين هو يشوفك ان انت اللي تمكنت من مشاعرك انت اللي برهنت انك ما تحتاج لأحد انت اللي في النهاية ولو انك كنت ضعيف في اول الانفصال ولكن الحين اصبحت قوي و ابتعد عنه تمكنت انصار عندك التمكن وهو اللي الحين ابتدى يخربط يشوفك يعني افضل منه حالا مشاعر تجاهك يبي يرجع بسرعة يبي يعوضك بسرعة بس مو عارف من وين يبتدي قاعد يخربط الامور مو بس يخربط الامور قاعد داخل في نوع من الطاقة اللي فيها ادمان فيها كثرة التفكير فيها انه يراقبك من بعيد و انت تنجح اشوفك هني انت قاعد تنجح وهو عنده مشاعر لازم ادخل في حياة برج السرطان مرة ثانية و ارجع مكاني ابي ارجع الى مكاني احتمال انه ما يقدر يرجع الى مكاني الحين ولكن عنده الكثير من الافكار المضاربة تشويش قلق رغبة في ان يكون معاك بأي ثمن لان الامبراطورة تملك الكثير هي رمز للرخاء فمستعد انه يقدم اي ثمن يتخلى عن اي شخص حتى اي طبع اي شي كان في السابق مراد انه يعطيك اياه او متعبك عشان يعطيك اياه مستعد الحين مستعد الحين انه يتخلى عن كل شي وكل شخص ويرجع على يرجع على عتبة بابك فمشاعره يتخلى لها الكثير من احس هنا عدم صبر عدم صبر استعجال اشتياق السؤال اللي بعدها هل الشرك راضي وسعيد بعد الانفصال خلا نشوفه هنا الطاقة عندنا اربع الاخصان احس في البداية اول ما صار الانفصال حس انه سعيد حس ان حين انا خلاص قدرت اتمكن اني احصل على حريتي احصل على مكاني الخاص ما خسرت شيء بالعكس الحين الوقت المناسب عشان اخسر هذا الشريك هذا بداية ولكن الحين فعلا ابتدت مشاعر الخسارة مشاعر الندم اني يحس حتى نفسا انه هو الفاشل لان ما ادري ليش احس ان الطاقة نعكست عليه في البداية كان سهل بالنسبة لانه يتخلى عنك ولكن الحين قاعد يشوف كل زملاء كل الناس القريبين مننا عندهم اشخاص عندهم حبيب فقاعد هني شنو قاعد يشوف الاشخاص اللي في السابق قالوا لي لا يهمك برج السرطان لا تفكبر فيه لا تتعب نفسك عشانه هم الحين هم اللي قاعدين يلحقون قاعدين يتعبون نفسهم عشان الحبيبي اللي عندهم فيحس بنوع من الخذلان نوع من النهوان طعن نوع من النقصة وعليه كان غبي لانه مثلا قالوا له طلق فلان او ابتعد عن فلان ولكن اهم علاقاتهم الخاصة حافظوا عليها مشاعر احساسه عشان شذيه عنده رغبة انه بسرعة يرجع بسرعة يرجع بسرعة شذيه مثل طقة الصبع يرجع كل شي خسره ومن ضمنها انت فيه اشخاص معين فيه رفاق سوء هذا احس في هذا الكرد رفاق سوء ولكن للاسف انه هو لحد الان فارس الارض فارس الارض مثل ما تعرفون بطيء حذر قلق وعنده خوف وايد حذر وايد يمشي حسب الكتاب ابيض واسود بما معنى وضع المحيط فيه حان يبقى يرجعلك ولكن وضع المحيط فيه ان امورا اللي تخص المادة اللي تخص مثلا الفيزا تخص الاشياء العملية الوظيفة تثبيته في الوظيفة هاي الامور لحد الان ما ثبتت لدرجة انه تمكنه يرجعلك يرجعلك ويقولك بكل ثقة ان انا ابيك في حياتي مرة ثانية هنا قاعد اشوفه يبدد في اول لما اقولك رخاء اشوفه قاعد يبدد امور مهمة عنده في حياته قاعد يتصرف بتهور يتصرف بتهور عشان باي طريقة باي ثمن يرجعلك ولكن حقيقة الوضع انه هو ما يقدر ما يستطيع ماديا لحد الان مو متمكن لحد الان حتى ما يتمكن انه مثلا يقف ويواجه اهله يقف ويواجه الاخرين او على الاقل صوته يقول بشكل واضح انا اريد فلان وما رح اتنازل عن فلان مشاعره موجوده ولكن فعليا ما يقدر يطبق هاي الطاقة لحد الان ما وصل الى التمكن من طاقة الارض اللي بعد ما هي خطوته القادمة من فارس الارض يصبح ملك الارض في حل واحد الحل الوحيد لما تكون انت اسست نفسك كونت روحك نضجت بما فيه الكفاية شايل مسئولياتك ما تحتاج احد تعتمد على احد عشان يوفر لك لقوة العيش ووفر لك سبل الراحة خلاص صرت محتمد على نفسك وتحولت من فارس الى ملك تمكنت من طاقة الارض من الاموال حصلت على الوظيفه بعدين انزين خطوة القادمة انه بعدين اهني يتحرك فعلا اهني يقف ويواجه اهني يقف ما عنده طاقة المواجهة كثير ما انه يقول لك انا الحين مستعد عشان اكون معاك انه يكون ملك بعض يكون مع بعض اكون الحصان الثاني في العربة يتمكن انزين عشر السيوف في هذا الكرت احسى قاعد يقول لكلام الناس او يرمي كلام الناس كلام هذلين الاشخاص اللي في البداية ما شجعه انه يواصل معاك ويكون معاك يرمي كلام الناس وحتى ثقته فيهم وعلاقاته بشكل عام هذلين الاشخاص يرميها بعرض الحائط خلاص يتوقف عن الاستماع عليهم يتوقف عن ان يضل معاهم الخطوة الثالثة بعد ما يتمكن من طاقة الارض عندنا ملكة السيوف ملكة السيوف هي الانسان اللي تحب الحقيقة احسهني كأنه ما يفتح امامك التلفون يراويك اثباتات براهين مو بس انه هو مستعد يعطيك هذا العرض الكبير عرض الزواج عرض العلاقة عرض الارتباط لا يبرهن لك يبرهن لك يخليك تشوف الادلة بنفسك يقولك مثلا شوف محادثي يرسلك مثلا سكرينشوت او تصوير محادثة مع احد اصدقاعة مع احد من اهله مع احد كان يحاول يوصل كلام عليك يراويك يبرهن لك يفتح تلفون يقولك شيك تلفوني يشوف تلفوني يبي يراويك يبي يوضح لك يبي يخليك يبي يخليك انت ثق من مو بس مشاعره مستوى تمسكه فيك يبيك تثق تعطيه الامان امية بالمهنية احسي طالبك بالامان وعشان يطالبك بالامان رح يقدم لك كل شي تبيه ادلة اثباتات براهين يقولك اختبرني وانت بعد النصيحة لك ان تختبره لان كل ما اختبرته عوده رح يقوى هذا لحد الان عوده ما قوى برج السرطان الحين ننتقل الى مجموعة العزاب اول سؤال من الشخص القادم في طريقك عندنا هنا اول كارت بيجوب سوردز السيف الصغير هذا الشخص شوية مندفع شوية انفعالي ما يمكن انك ممكن هوائي ولكن اما صغير في السن او مقارب لسنك لانه ما عنده سيطرة كاملة على اندفاعاته على مشاعره على حتى ردات فعله ممكن دلو جوزاء ميزان ولكن لا احس هنا طاقة برج اخر برج اخر او هو ما اخذ الجانب السلبي من الابراج الهوائية عشر سيوف ولكن مقلوبة ووراها عشر الاخصان بالضبط هذا الشخص يأتي من اسره متواضعة يعني متوسطة مو من اسره مرموقة ولا شي كبير ولكن طموحه جدا كبير لدرج انه ما قاعد يتوافق مع الواقع طموحه بعيد عن الواقع يعني لما تسأله شنو وظيفتك ويقول لك الحقيقة هو وظيفته مثلا ممرض يقول لك انا دكتور انا اخصائي وظيفته جندي يقول لك لا انا مو جندي انا ملازم انا شخص قريب من انا ضابط انا شخص قريب من كل الضباط ماضي قاعد احس هنا ياخذ طاقة انه هو شخص لما يأتي يتكلم عن نفسه يتكلم عن اهله عنده مشكلة فقطه بنفسه عشان تديح حول يكبر نفسه عشرة سيوف مقلوبة يكبر نفسه في عين الاخرين يدع ان اهو مثلا من قبيلة معينة يدع ان اهو ينتمي الى انولد في هذه الدولة انولد في ذيك الدولة ما اخذ رداء مو رداء ولكن كل هاي الكلام اللي قلته انا ترى مو كلام سلبي هذا هو العيب الوحيد اللي اشوفه فيه قلبه طيب مشاعره صادقة ما عنده لعبة ما عنده خيانه ما عنده هاي الامور الثانية ولكن عنده جانب عدم الثقة بالنفس اللي يخليه شوي مواضح شويه يشوف نفسه بضوء مو حقيقي خلا نشوف السؤال اللي بعده ما هي وظيفة وشكلها عندنا الهايروفاندي بالضبط يعمل فيه وظيفة فيها الكثير مؤسسة كبيرة مستشفى اهو مجرد ممرض فيها وزارة كبيرة اهو مجرد مراسل فيها مثلا او موظف عادي شنو قلنا هني جندي ممرض اوكي فهني كأنه مبعد يعمل تحت في جيش في وزارة الدفاع في شرطة وهو مثلا رتبة عادية يقول لك لا انا ضابط في نفس الوقت ثلاث الاخصان عنده رقم ثلاثة واضح وويد احسي هني طاقة الثلاثة مو طاقة معنى الكرت طاقة الرقم طاقة الرقم ثلاثة عنده مشكلة انه ما يخلص ما يخلص المشاريع اللي عنده وعلى طول يتوجه نحو مشاريع ثانية يعني ما يخلص المهمة اللي المفروض يركز عليها يقعد يركز في مهمة ثانية لازم يسويها بعد شهرين بعد سنتين عايش في المستقبل ولكن عنده الخماسي الاول هذا الشخص مستقبله رح يكون جدا مبهر فيه ناس عيشون طول حياتهم يتمنون ان يصبحون في مستوى الطموح مالهم وعيشون طول حياتهم ما يصبحونه هذا الشخص رح يصبح رح يصبح حتى اهو اول مثلا شخص في عائلته يحصل على المنصب الفلاني يحصل على الاموال الفلانية على قد طموحه على قد ما اهو الحين مبعثر طاقته عشوائية طاقته مواقعية على كثر ما ترى رح يعوض رح يحصل اما ما احس اعورث احس على وظيفه على منصب كبير على شي جدا بزنس جدا ناجح يأتي ليه بالكثير الكثير من الاموال اموال ضخمة في مستقبله توفيق كبير توفيق الهي كبير لان قلت لك هني قلبه ابيض قلبه ابيض ولكن مجرد افكاره مبعثرة انزين اه خلا نشوف شكله شكله مقبول او حتى وسيم شكليا ولكن مو وايد جذاب يعني فيه اشخاص شكلهم عادي ولكن لما تشوفهم تنجذب لهم فيهم شي بخصوص ملامحهم فيهم شي بخصوص تعابيرهم هذا الشخص هو قلت لك بما انه عنده ازمة ثقة بنفسه شكله بالعكس وسيم ولكن ما يجذبك لانه مواثق مثلا وايد يتحرك وايد يسوي اشياء تستفزك هل هذا الشخص سيء انت اللي تقرر انت اللي تقرر تقدر تعيش معه رح تقبل عرضه اوكي لان يوم من الايام تشوفه هني واقف ما يملك شي فقير وبعدين يصبح شيء وشيء كبير فهل تريد ان تصبح انت معاه في هاي الحياة رح تطرق انك تصبر عليه وهو في هاي الوضع اخر سؤال العزاب طيب تتصرف معه اربع السيوف لازم تاخذه على قد عقله وتسايره ما في حل اخر مع هدا الشخص ذي قلق انا ضابط تقول له اوكي لا لا تواجهه لا تقول له انت كذاب لا تقول له انت مفاهم انت غلط انت تحاول تبالغ ابدا لازم تسايره على الدرب اللي اهو ماشي فيه لانه ترى الدرب اللي ماشي فيه ترى صح الناس يشوفونا غلط ينتقدونا يقولونا اهو متوهم بس رح حاص الاموال فيه مستقبله ام حاول تاخذ السياسة احنا نقول بالسياسة بالاسلوب اللطيف باسلوب الهدوء باسلوب اللي تدلعت غنجة توجهه في نفس الوقت بس بدون ما هو يحس ان انت تحاول تتحكم فيه طاقة الماء عندنا فارس الماء يعني تحاول بهدوء بمسايرة بدلع باسلوب لطيف اقناع باسلوب لطيف ودائما لازم يحسك ان انت حليفة مو ضده وماتعارضه مهم جدا انزيل لان هذا الشخص رح يكون عنده ولاء لي للاشخاص اللي عمرهم ما اذوا حتلوا بكلمة حتلوا بكلمة كانت لمصلحته بس ما قالوا لها ما قالوها رح يكون ولاء له هاي الاشخاص الخماسيين خليك مرن معه وفي نفس الوقت كأنه هنيت تارو عندك خماسيين في يدك البقاء او الرحيل انت في النهاية اللي في يدك انه تبقى مع هاي الشخص تقبل عرضه او على الاقل كأنه ما هنيت نصيحة لك اذا ما تقبل عرضه على طول خليك معه فترة عشان تكتشف عشان تشوف راقب بدل ما تقول له اوكي خلاص رح اقبل عرضك راقب تفرج لفترة جرب جربه النصيحة لك هني انه تجربه قبل ما على طول انك تحاول انه تاخذ قرار نهائي بخصوص الموضوع انتقل حين الى مجموعة المرتبطين اول سؤال لكم حبيبي كيف يراك الشريك خمس الاغصان عندك اشياء تقلقك ولكن شريكك تشوف انه ما لها داعي مشتت تفكيرك قاعد تقلق نفسك وتشيل هم ما لها داعي مثلا تفكر في اشياء انت ما تقدر تتحكم فيها مثل الجو مثل في اشخاص سيئين احنا ما نقدر نتحكم في الناس مثل في ناس يحاولون يأذون احنا بعد ما نقدر نتحكم في الناس هاي القلق شريكك تشوف ان انت عندك قلق خلال هذا الشهر موجود وحاضر محب واثبت نفسك معاه ولكن ملك الاكواب يثبت نفسه عن طريق الافعال افعالك ما فيها اي غلط ولا اي نقص حتى ولكن كأنما شريكك تقول اهني اتمنى افتقد الكلام اكثر اوكي كأنك مشغول عني هل لحد الان انا الحبيب بالنسبة لك اذا انت تقول لا اي بافعالك كل يوم اوه يقول انا مفتقد الكلام اربع الاغصان صير شوي منغلق على نفسك يمكن خلال هذا الشهر تقوم بالعكس تقوم بكل واجباتك وموجود وحاضر جسديا موجود ولكن في امور شغلة بالك ومنغلق على نفسك ما قاعد تشارك شريكك بكل المخاوف كل القلق كل الاشياء اللي السيئة اللي تشوفها طول اليوم مثلا تخاف تقولها ما تبت تقولها لانه ما تبت دعبة شريكك يقولك اتمنى انك تفتح لي قلبك وتخليني شوي اشيل عنك هذا الحمل والاشياء على الاقل اللي تقلقك انزل السؤال اللي بعدها ما هي نقاط قوتك في العلاقة عندنا كارت برج الاسد القوة قوتك انك قوي لا امزح قوتك ان انت مسيطر على ردات فعلك انت برج السرطان هادئ ومثل الاسفنجة تمتص هدوئك او قوتك تكمن في هدوئك بعض الابراج تكون منفعلة تخرج منها كلمات تخرج منها في اشخاص تشوفهم هني حاول يأذونك انت والشريك او حاولوا او لهم تاريخ اسود ماضي اسود معاكم انت وشريكك عندك قدرة على المسامحة عندك قدرة ان تتحمل وجودهم في محيطك لحد الان شريكك معجب بهذا الشي ان انت متحكم بنفسك متحكم بهدوئك النجمة ايضا من الميجور اركانا من الكرتات الرئيسية هذا كرت برج الدلو من نقاط قوتك ان انت جدا منفتح العقل خلا نشوف صفات برج الدلو انت شكلك بتاخذها خلال هذا الشهر منفتح العقل تعرف اشلو ندخل الاخرين يحلمون يغيرون معاييرهم بدل ما يحط هدفه هذه الشجرة يحط هدفه هذه النجمة اعلى يطمحون اكثر يحلمون اكثر تقيدهم نوع من القيادة لانك دائما كانوا قلونا النجوم كانوا البحار يستعينون فيها من اجل الابحار هذه ايضا من نقاط قوتك مع الشريك Ace of Earth تزرع تزرع بذور صبور مع الشريك مو عجول ما تطالب الحين المفروض جذيه الحين المفروض جذيه بالعكس تعمل مع الشريك تقدم وياه تزرع وياه مستعد انك تصبر عليه تعطيه لما هو يكون ما عنده لما يكون محتاج انت تشيله طاقة اللي رح اشيلك لما تكون تعبان مو مشكلة انا فعلا شريكك من نقاط قوتك ترى شريكك قاعد يشوف منك هذه الصفة وقاعد ياخذها بعين الاعتبار يعني مو ناسي وكفتك معه اوكي اخر سؤال كيف التوافق بينكم خلال الشهر انت رح تكون قيادي اكثر خلال هذا الشهر عندك هني كارت برج الدلو عندك هني ملك السيو طاقة هوائية على طاقة هوائية رح تكون عندك يمكن مشاغل كثيرة هاي لي عرضك لطاقة كذا شخص شوشونك محاط بالكثير من الاشخاص عندك الكثير من المهام وائد اشخاص يعتمدون عليك خلال هذا الشهر فهل هذا شي رح يؤثر على علاقتكم لا انا عندك الغصنين علاقتكم رح تكون قوية متينة مستمرة التعاون حتى يزيد فيها التفاهم الانسجام الغصنين هو كارت الشريكين اللي يمشون مع بعض بانسجام التسع الاخصان التحذيره والنصيحة الوحيدة لك ان انت ما تنغلق عن نفسك بحيث انه هني عندك وايد مهام تب بتقول الاخرين انا اقدر اني اشيلها كلها ولكن لازم تشارك ولو جزء بسيط من هاي الهموم التعب مع شريكك رح اقول لكم قصة سمعتها في احد الوثائقيات تعرفون الاميرة ديانا وزوجها توقع الامير شارلز شلنا اسمه شارلز قصتهم المهم لما كانوا في بداية الخطوضة او بداية الزواج اخذ العبرة من هاي القصة انه الاميرة ديانا كانت مو متعودة على الاعلام والمصورين وهاي الكلهم اللي ينتظرونها عند الباب ما تقدر تدخل في السيارة كانت لوه خبر تعرفهم او زواجهم يبتدي كانت تقريبا ثلاثين اربعين مصور لما تطلع من شغلها تشوفهم جدامها وتعرفونها هي اميرة طيبة انسانة طيبة سوري وما عندها حتى اي حب للمظاهر او التلفيق عشيقة او صديقة الثانية ما عرفش ان اسمها اللي حين تقريبا اكثر الناس ما يحبونها او يكرهونها كانت على وشك في مشاكل مع زوجها هي ايضا من العائلة من العائلة قريبة من العائلة الملكية استقراطية شي جدي كانت على وشك الانفصال من زوجها وكان تقريبا في ثلاث اربع مصورين عند بيتها كانت الاميرة ديانا ما تقول الاميرة تشارز عن الصعوبات اللي تلاقيها الامور اللي تشوفها في يومها لانا تقول ما بي ازعلها ما بي اخلي شي لها ما بي يتعب غلط شفتوا الحداد لازم يضرب الحديد عشان الحديد يصير قوي بالعكس احنا لما اقول بالريح الريال احنا قاعدين نشيل من عنده بالعكس شيء قوي احب ترى الريال انه يشيل المهام الصعوب فهذهك الثانية بيّنت في عينه افضل منها من الاميرة ديانا شلون كان يتصل في الاميرة ديانا في محادثة معها يقول لها مسكينة فلانا طبعا لحد الان ما كانوا في علاقة واضحة والاميرة ديانا ساذجة فيقول لها مسكينة فلانا تخيلي ما تقدر تطلع وتقوم بامورها اليومية ومسكينة انه هي عندها مصورين امام بيتها ثلاثة اربعة اميرة ديانا هني تستغرب وتقولها حتى ما قالت له هي تقول في الوثقة انا حتى ما قلت له بس انا استغربت منه لان انا كنت عند شغلي كلمة باطلع ما قدر اطلع ما قدر اتحرك كان عندي ثلاثين اربعين مصور شوفوا الفرق بين الرقام لكن الغلط في التصرف اوقات انتنيتك افضل انت المصاعب اللي تمر فيها اسوأ ولكن ما تتكلم ما تعبر انا ما اقول لك اشتك ما اقول لك لوم الشريك ولكن اشركه في امرك لازم يحس يقدر ان انت تمر باشية صعبة وكلها متحملها ببراعة مالك السيوف بارع بارع يقول لك انت تتحمل الهموم وكل شيء والمسؤوليات ببراعة خلي قدرك عن طريق ان انت تتكلم شوف هذاك عندهم ثلاثة اربع مصورين ومسوية الموضوع قصة كبيرة وقعدة تلوم وقعدة هذا فحس الامير بتعاطف نحوها هذيك الاميرة ديانة كانت ساذجة طيبة نواياها طيبة فكانت ما تتكلم ما تقول فكما اصلا ما كان يهتم للمصاعب اللي تشوفها اهيا بحثنها جديدة على عالم العائلات الملكية وعلى عالم الاعلام والحياء اللي فيها ضجيج وايد واهتمام لازم تتكلم هذي هي الرسالة لك خلال هذي الشهر عزيزي برج السارة وهذه كانت قراءتك العاطفية اثنان